ولأن صاحبنا المسكون بغرور القوة والعصمة والعظمة فقد يجد قادة عراقيون كثيرون عسكريون ومدنيون بدافع الوطنية والشهامة وعزة النفس ضرورة اللجوء إلى التفكير بالانقلاب لمحاسبة المذنب على ذنوبه بقوة السلاح بعد أن تعذر عليهم محاسبته بالقانون وبالأصول هادفين إلى تحرير الوطن من جبروته وعناده وخطاياه التي أعادت الوطن عشرات السنين إلى وراء بعد أن كان قد وضع قدمه على طريق النموض والتحرر والازدهار ولأنه كان كما قال سفيره ورفيقه نزار حمدون في مذكراته الأقيرة ذو نزعة فطرية للعنف والدماء فقد استخدم أقصى أنواع القسوة ضد أي مواطن يهمس ولو همسا لزوجته بأنه لا يحب الزعيم حتى أصبح الحاكم الأوحد الذي جعل كلمة إعدام هي الأسرع والأسهل على لسانه فيقتل الواحد أو العشرة أو المئة ثم ينام قرير العين قسما بالله اللي أسمع همسا يحشوي يا مواطن عراقي أو بعثي إلا أطر بيدي أربع وصل سمعت زين إلى أن افتر القيادة مصركم يلا طلعوا أنا على الله بها الشوارك لقد كان متوهما بأنه الوطن والشرف والدين ومن يخالفه يخالف الوطن والشرف والدين وأن إعدام المئات وحتى الألوف عمل من أعمال التقوى والجهاد والدفاع عن الوطن والشرف والدين والسؤال المهم هو من قال إن ملايين الآخرين المخالفين له في الرأي على خطأ وهو وحده على صواب فالمواطن يعدم فورا ودون محاكمة إذا روى نكتة أو أخبر صديقا برؤية في المنام أو مزق صورة الرئيس وفي مقابلة تلفزيونية أجرتها معه في بغداد في 15 تشرين الأول 1990 سألته المذيع الأمريكية الشهيرة باربرا وولدس سيادة الرئيس هل صحيح أنك أعدمت مواطنا لأنه شتمك؟ فرد عليها طبعا الرئيس هو رمز الوطن ومن يهينه يهين الوطن ثم سألها أنتم في أمريكا ألا تسجنون من يهين الرئيس؟ فضحكت وقالت له سيادة الرئيس لو كنا كذلك لوجدت الشعب الأمريكي كله في السجن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر